من الإجازة مشاهدين إلى التفاصيل شاركت منظمة شعاريتسوش في الاجتماع الذي عقد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيا جوتاريش في ولاية نيويورك الأمريكية تحت عنوان الإسلاموفوبيا في الدول الغربية وذلك بحضور مندوبين أمريكان أو عن أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي والعديد من منظمات حقوق الإنسان واستنكر الحضور الأعمال المتطرفة ذات الطابع العنصري التي تحدث في بعض دول العالم داعيا الدول التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان بأن يعترفوا بحقوق المسلمين في دولهم وأن يوفروا لهم الأمان والعمل والرفاها في مجتمعاتهم وبحسب محققين فإن الأمين العام للأمم المتحدة الجديد بدأ عمله بتقوية السلم والثبات العالمي وطرد الأفكار المتطرفة والمتحجرة والذي أطلق على العام الحالي عام 2017 بعام السلم العالمي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة